اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مشاهدينا ومتابعينا كل عام وانتم بخير وان شاء الله انه هاي السنة سنتخير على الجميع طبعا راح ابدأ في هذا التسجيل بتسجيل بتوقعات العامة لكل الاحداث الفلكية لحركة الكواكب تواجدها انتقالاتها وفي الاخر راح احكي عن شيء معين الا علاقة بالزوايا الفلكية اللي راح تتشكل في بداية العام خلينا نشوف مع بعض ايش اللي راح يصير طبعا ما راح اكون محبط الزيادة عن اللزوم وماذا بدي اكون ايجابة زيادة عن اللزوم يعني بدي احاول قدر الامكان بمصدقية اني انخل لكم كل شيء الا علاقة بحركة الكواكب خلال هذا العام بدون ما اني اتحفظ على شيء او اني الغي شيء وان شاء الله انه اقدم الرسالة اللي انتو من خلالها تكونوا فاهمين ووعين للاشياء اللي راح تصير خلال هذا العام بالنسبة لهذا العام اجمالا اه هو الا علاقة برقم اربعة يعني لما نحكي احنا الفين اه الفين وعشرين يعني اثنين واثنين اثنين زاد اثنين يعني اربعة اربعة كوكب اورانوس اورانوس واللي راح يكون متحكم بالسانية هاي كاملة اه المعروف انه كوكب اورانوس كوكب الثورات والتغييرات والانقلابات اه يعني بعمل اشياء بشكل مفاجئ جدا ببفاجئنا بكل شيء راح يصير بخلال هذه الفترة او بخلال هذا العام تحديدا اه منقدر نحكي انه بما انه اورانوس اه كوكب العنف والاغتيالات والانقلابات والثورات والاحتجاجات هو اللي راح يكون مسيطر بشكل اساسي يعني هاي سنة اه فجأة بصير فيه اشياء اه غير متوقعة اه فجأة اه تطور الامور بشكل سريع جدا اه نام في الليل بنصح الصبحيات بنشوف اشي اه طلع الساحة غير متوقع فعشان هيك السنة هاي سنة مش راح تكون بالسنة السهلة خصوصا انه اورانوس هو اللي بتحكم فيها اه بما انه اورانوس يعني بمعنى اخر اه بنقدر نحكي انه البلدان العربية او المناطق المحتدمة او المناطق اللي فيها مشاكل بمعنى اخر اه هي اللي راح تكون عرضة لها هاي الامور يعني بمعنى اخر انه اه ناس كثير راح تنزل عالشوارع اه مطالبين بحقوقها ما بلشت الاحداث هاي طبعا من اه اه الفين وتسعة عاش اه لكن الامر راح يطال بعض البلدان يصل لبعض البلدان ممكن انه احنا ما نكونش متوقعين انه يصير فيها هذا الاشي اه لكن من الميزات اه اللي بعطيها بشكل الاجابي اكثر من المستفيدين من هاي السنة خصوصا لانه اورانوس وهو اللي بتحكم في كوكب يعني في برج الدلو معناته موليد برج الدلو هو اكثر ناس راح يستفيدوا من اه هاي السنة اه اتنين اي مولود اه انولد في تاريخ اربعة او في تاريخ تلتعاش او تاريخ اتنين وعشرين او تاريخ واحد وثلاثين لانه هاي الارقام كلها الها علاقة برقم اربعة هم هدول الموليد اللي راح يستفيدوا او انه يكونوا اكثر حض في خلال هذا العام اه اورانوس بعطي شوي هيك شوية حضوض الحضوض هاي بتيجي للطبقات الضعيفة اه بتعطيهم بعض المزايا اه بتحسن اوضاعهم ممكن ينالوا بعض المكاسب فيها فعشان هيك مش كل اشي سلبي لا فيه شغلات ايجابية ولكن الغالب على هاي السنة انه راح يكون فيها تطورات واحداث كثيرة فعشان هيك نقدر نحكي انه اه سنة شوي راح تكون صعبة او هي سنة مكملة لالفين وتسعة عشر اه طبعا الكواكب معروف انه هي في كل اه كل سنة بصير لها تحركات امامية وتراجعات في في ابراج معينة فعشان هيك اه بدنا نحكي احنا عن كل كوكب وايش اللي راح يصير فيه اه بالنسبة لكوكب عطارد اه كوكب الاتصالات والمواصلات اه هذا بتراجع كل سنة ثلاث مرات اه كل تراجع اله باستمر لمدة ثلاثة اسابيع اه راح يكون التراجع الاول اله في الحوت يعني في برج الحوت ورح يرجع للدلو اه هاي الفترة راح تكون ما بين 17-2 لغاية عشرة ثلاث اه في المرة الثانية اه راح يتراجع في برج السرطان من 18-6 لغاية 12-7 في المرة الثالثة راح يتراجع في العقرب والميزان من 14-10 لغاية 13-11 كوكب عطارد زي ما حكينا احنا له علاقة بالمواصلات والاتصالات والتنقلات والسفريات واشياء كثير اه الها علاقة فيه بلعب بالبورصة بلعب بالاسهم بلعب بالاقتصاد بلعب بالعملة اه يعني هاي تأثيرات وفي حال التراجع دائما بتصير يعني الاشياء هاي كثير عرضة لها اعطال سيارات ميكانيكيات تليفونات كمبيوترات اتصالات شغلات زي هيك فعشان هيك بالفترة هاي دائما احنا بنحكي انه يا ريت انه اللي بدو يشتري اشي يتأكد منه اذا بقدر يأجلوا يأجلوا بيكون احسن اه يحاول الطلاب يركزوا على دراستهم بشكل احسن مش انه يناموا يقولك لا مهيج ماشي الامور لا بدهم ينتبهوا التركيز بيكون ضعيف جدا اه اللي بدو يسافر سفريات قصيرة او هذا يتفقد السيارة ازيتها بركاتها اه اعجالها شغلات زي هيك يعني على اساس انه هاي الفترة اللي بتزيد فيها الاحداث اه او الاخطار اه في حال اه الارتباط ما دائما احنا في فترة عطارد بنحكي اللي بدو يرتبط يأجل دائما عن الفترات اللي بصير فيها التراجع وتراجع عادة قبل بثلاثة ايام و بعد بثلاثة ايام بيأثر بشكل كبير اه اللي بيشتغلوا في مجال العملة والبورصة والاسهم برضو نفس اللي شي بنحكي لهم انه في فترة تراجع عطارد العملة يعني فجأة بتلاقيها طلعت لأعلى مستوياتها فجأة بتنزل لأقل مستوياتها اه هاي الاشياء برضو اه بتكون تنتبه لها اه السنة هاي رح يتراجع كمان عندنا كوكب اه الزهرة اه كوكب الزهرة اه كوكب شوي اه اه الو علاقة باللطافة وبالجمال وباله او بالحب وبالرومانسية وبالزواج وبالحضوض وبالحضوض بنسمي احنا السعد الاصغر في علم الفلك اه بعد المشتري لانه المشتري هو اللي بعض الحضوض الاكبر اه فترة التراجع تاعته رح تكون ما بين 13.5 لغاية 25.6 قلال هاي الفترة وما يبلهب 10 ايام يعني احنا بنحكي 13.5 بنحكي من 3.5 او من بداية شهر 5 بتبلش الأمور اه تحتد بصير فيه توتعرات بالعلاقات العاطفية بصير الواحد يسمع له كلمة هيكه متعجبوش يزعل اه يبطل يرد على حدا يخاصم يصير بده يطلق بده مش عارف ايش في هاي الفترة يعني بصعب حتى التفاهم بين الاشخاص بين الزملاء بين الاصدقاء بصير صعب كثير فعشان هيك دائما هاي الفترة شوي بده يكون فاهم الواحد انه في هاي الفترة اي مشاكل بده يجاوزها بده يكبر دماغه وبده يعديها لانه فترة صعبة جدا رح تكون فعشان هيك احنا منتجاوزها طيب بما انه فترة التراجع تاعته اخر ايام الو بتصادف تراجع لعطارد كمان فيعني شوي بكون برضو صعب جدا خصوصا من نص ستي لاخر ستي بما انه كوكب الزهرة الو علاقة هو كوكب الجمال عشان هيك اللي بيحبه انتبعين الجمال واللي بروحه على الجمال وبسوه عمليات تجميل بلاها في الفترة هاي امور الزواج بلاها برضو بالفترة هاي يعني نأجلها لبعديها نحسب حساب انه من 13.5 ل25.6 هاي الفترة ما بدنا نهتم في الامور التجميلية لانه ممكن يصير فيه اي شيء فيه فشل ممكن يصير فيه مشاكل ممكن ما تكونش العملية التجميل بالشكل المناسب اللي بدهم يعملوا زراع للاجنة برضو بالفترة هاي بنحكي لهم برضو اجلوها لانه تراجعوا برضو رح يكون في الجوزاء فاكثر المتضررين هم رح يكونوا وليد برج الجوزاء عشان هيكي يعني شوي بتقبروا دماغه في المسألة هاي تعدوها يعني مش ضروري الواحد يعمل مشاكل وهو بقدر انه يتجاوزها الأصعب بعدها بلشنا ندخل شوي شوي على الأصعب نحن لسه هيك نحن بلشين على الهادي وعلى الأشياء البسيطة لدينا كوكب المريخ كوكب الحرب والدمار والنار تحديدا برضو رح يتراجع السنهاية تراجعه رح يكون في برجه يعني في البرج اللي هو صاحبه اللي هو برج الحمل برج الحمل برج القيادة والقيادات والرئاسات والحكومات والجيوش والحرب والدمار والأمور اللي إلها علاقة نار بالنار أو صناعات اللي إلها علاقة بالنار فيعني هنا اجتمعت كل الأمور بفترة معينة اللي هي فترة التراجع اللي رح تكون هي من 10 تسعة لغاية 14-11 بما أنه رح يتراجع هود يعني أي صناعة اللي بيشتغلوا طباخين الستات اللي بتشتغل في البيوت دير بالها من أفران الغاز من النار من الحرائق اللي بيشتغلوا في المصانع اللي إلها علاقة بالحديد والصلب اللي بدهم ينتبهوا في الأمور هاي كمان بيركز كوكب المريخ على مسألة معينة هو احنا منسميه كوكب الجنس فبفترة التراجع هاي بصير فيه برود جنسي وبصير عند اللي عندهم قابلية للضعف الجنسي ضعف فعشان هيك بالفترة هاي إذا صادفت وأنه صار مع حدا أنه ما يخاف وما يقول أنه أنا شو اللي صار فيه بحق لا هي أمور مؤقتة بس أنه الفترة هاي ما تأثرش على الحالة النفسية فبرضو بتكونوا منتبهين لها وبتكونوا تتجاوزوها لأنه مش سهلة نيجي هالساعة على كوكب المشتري كوكب الحضوض كوكب الحضوض من 19-12-2019 انتقل للجدي صحيح نمعاقب أو هيك أو هيك أو اللي هو بتكوية إنه السنة الماضية يقالوا في القوس وأن القوس أكثر واحد رح يستفيد القوس الحضوض عنده مرعبة رح تكون وأجى القوس وأكلوا هوا ومنهم اطلقوا ومنهم فسخوا ومنهم انطردوا من شغلهم ليش ما استفادوش من المشتري هو موجود بالقوس دائما أنا هاي الكلمة دايما برددها ماشي هو كوكب الساعد بعطي حضوض لبعض موليد القوس اللي انولدوا بطالعهم وموجود المشتري بالقوس بعطيهم حضوض لكن برضو هذا الكوكب في فترات منها بدو يتراجع فترة التراجع هاي ببطل في حضوض خلص يعني بصير هو قلته بالسوا يعني وجوده وعدم وجوده ما لوش علاقة يعني عادة فترة التراجع هاي بتستمر مدة أربع شهور يعني مش مش فترة بسيطة فعشان هيك دايما الناس بتقولك يعني جانبي ولا تبعين الفلك انو هذا انا ما قلته دايما انا بحكي نفس العبارة هاي بأكد على نفس العبارة هاي انو فترة التراجع بفقد حضوضه بفقد حضوضه بأثر على اشياء كثيرة خصوصا انه كوكب الو علاقة بالنشر بالصير بالامور البنكية بالدراسات الجامعية بالفلسفية الدينية بالترحال بالسفر بالمعاملات الهجرة فبما انه بتراجع معناته هاي الامور كلها بدي يصير فيها عليها ضغوطات فترة التراجع خلال السنة هاي رح يتراجع من 11.5 لغاية 29.9 في هاي الفترة من التراجع يعني ما بدكوا تعتمدوا على الحض نهائيا بدكوا تعتمدوا على قدراتك لموليد برج الجدي تحديدا فعشان هيك هادولا بدهم يهتموا انه مش دائما حض ومش كل الحظوظ رح تكون موجودة عنا لا فيه فقدالة الحماس فيه نوع من شوي ببطل فيه عندهم نوع من التفاؤل بصير فيه نوع من التكاسل هاي الامور الاضطرابات رح يمروا فيها فهي هاي الفترة زي ما حكينا من 11.5 لها 29.9 وصلنا الان لكوكب زحل كوكب زحل المعلم الصارم أبو المشاكل اللي بينكد على الدنيا كلها بضغط البشر بضغط الحياة لأنه هو هيك دائما بضغط على أساس أنه يطلع الناس بعقلية جديدة وبأفكار جديدة عادة هذا بتواجد سنتين سنتين ونص يعني قرابة العامين احنا بنحكي في كل برج يعني لما بطلع من برج 29 سنة لا يرجع مكانه طيب هسا برج الجدي هم اللي تأثروا خلال فترة العامين ونص الماضيات زحل كان موجود عندهم بدوا ينتقل يوم 22 ثلاث من الجدي لغاية الدلو يعني يعني العشرية الثالثة من الجدي هم اللي رح يتأثروا لغاية 22 ثلاث بدوا يبلش يتراجع بعد ما يدخل لدلو درجتين ثلاثة بدوا يبلش عملية التراجع تاعته اللي هي يوم 11 خمسة عملية التراجع هاي رح يتراجع ويرجع للجدي برضو لأنه رح يستمر التراجع تاعتهم من 11 خمسة لغاية 29 تسعة لما يتراجع بدنا نرجع برضو ينضغطوا اللي هم المواليد العشرية الثالثة ومواليد أول خمس أيام من برج الدلو بعدين برجع لحركة أمامية بطلع من الجدي وبدخل على الدلو بضل في الدلو اللي هو يوم 17 12 بعدها الدلو اللي رح يتأذوا ورح ينضغطوا من تواجد زحال عندهم خلال فترة التراجع زي ما حكينا ضياع في الشتركيز بتزيد المصاريف اللي بتهربوا من المشاكل والضغوطات وبروحوا بدهم يصرفوا على أساس انه فضفضوا عن حالهم هدولا رح يوكلوا هوا عشان هيك بتركزو وديروا بالك على أموالكو وبلاش المصاريف لزيادة وصلنا الآن ل كوكب أورانوس كوكب أورانوس اللي متواجد بالثور ورح يظل المتواجد بالثور ورح يستمر تواجده لغاية الـ 2026 عملية التواجد تبعته هاي برضو نفس الإشي بده يمشي بمسار أمامي بعدين بده يتراجع فبدو يمر بأحداث الأحداث تاعته أو فترة التراجع تاعته بتبلش من يوم 15-8 حتى العام القادم عملية التراجع الآن يجينا لكوكب نبتن الأحلام الحب والحالمين والخيالات والأشياء هاي كلها كوكب نبتن المتواجد بالحوت لغاية 2026 نفس الإشي هو فترة بده يتراجع فيها فترة التراجع هاي تيجي من 23-6 لغاية 29-11 هاي الفترة بتزيد المخاوف عند الناس اللي عندهم نوع من الوسواس المخاوف والهواجس والأحلام والكوابيس والتوتر والقلق والاكتئابات بتزيد بالفترة هاي فعشان هيك هدول أكثر ناس بدهم ينتبهوا وفيه تحذير كمان للناس اللي سهل ينخدعوا أو ينضحك عليهم لأنه على طول الخط في هاي الفترة بيزيدوا النصابين بيزيدوا المحتالين لأنه بصيروا الفرائس بتواجدهم أكثر فهي فترة من 23-6 لغاية 29-11 بده يكون في حذر من هاي الأمور مش عند الاكتئاب الواحد يروح يلجأ للسموم أو للخمور أو للتفكير بالانتحار لأنه هاي الفترات بتزيد فيها فبتكونوا منتبهين اللي عنده حدا برضو عرضة لهاي الأمور بده يكون منتبه له متوعي له جيدا المراهقين للمراهقين تحديدا بده يكون عليهم طوق أو رقابة في هاي الفترات من يجي ل الكوكب الأخير اللي هو كوكب بلوتو كوكب بلوتو كوكب الحرب والدمار الكوكب اللي بيقلب الإشي من تحت بعملوا هيك يعني بعمل دايما خلطة هيك بيقلب الدنيا وكوكب بلوتو من لما دخل على الجدي بلشت الأحداث في الدول العربية حروب ودمار وشغلات زي إيكو خصوصا لما كان تربيعه مع أورانوس انقلابات وثورات وربيع عربي ودخلوا داعش وطلعوا داعش ومن هالكلام ما هذا يعني فهو اللي احنا يعني منسميه أو فيه أحد الفلكيين وصفه وصف حلو أنا عجبني يعني هو زي الطبيب الجراح ورم وبسكر فهو أذاك في الجرح ولكن ساعدك في إنه شال الورم كوكب بلوتو بعمل هذالشي دائما بيقلب الأمور بس لأجلك مش بيقلبها ضدك عشان تبدأ أنت من أول وجديد يعني هو مش ضدك هو كوكب يعني بيقلب ماشي بيكون عنيف معك ولكن هو كوكب بيكون عنيف لصالحك ندير بالنا من الأشخاص اللي نتعامل معه لأنه برضو إحنا عملية إنه تعاملنا مع الناس كرهنا بصير زيادة الطاقة السلبية بتصير عنا زيادة المشاحنات الداخلية عنا بتصير زيادة خصوصا في فترة التراجع فترة التراجع اللي هي ما بين 25 أربعة لغاية أربعة عشرة هاي الفترة بتزيد فيها أحداث العنف بزيد فيها الحوادث العنف الجنسي بزيد فيها الضرب بزيد فيها حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بتزيد فيها برضو الأمور اللي لها علاقة بالقتل الاغتيال الشغلات اللي زي هيك طبعا هنا لسا ما خلصناش يعني معقولة في عنا كوكبين احنا ما حكيناش عنهم الشمس والقمر هذول أساسيات يعني يعني كل شهر بنتقل له الشمس بتنتقل من برج لبرج والقمر كل يومين ونص تقريبا أو كل يومين وربع منتقل من برج لبرج هذول اثنين في السنة بتقابلو أو بحجبوا عن بعض بصير في عنا حالة اسمها احنا الكسوف والقسوف الكسوف والقسوف عادة هذول أمرين سلبيات ملا منازع يعني ما في إيجابية فيهم السنة هاي رح يكون عنا الكسوف للشمس مرتين الأول جزئي حلقي في 21 6 في برج السرطان والثاني كسوف كل يوم 24 12 في برج القوس الخسوف هذا رح يصير عنا في السنة ببركة الرحمن أربع مرات الخسوف هذا رح يصير عنا خسوف ضلي جزئي يوم 10 1 في الجوزاء الثاني يوم 5 6 في القوس الثالث يوم 5 7 في الجدي والرابع يوم 30 11 في الجوزاء يعني بمعنى آخر نطلع منحكي هاي السنة ما شاء الله حسب بالأحداث اللي أنا حكيتها أنا ما بدي أحبط كو يعني أنا ما بحكي عشان أخلي الكو تحبط من هاي لا في عنا أشياء إيجابية بدها تصير ولكن إنه برضو نحكي إيش اللي إلنا واللي علينا يعني إيش منستفيد وإيش ما منستفيد حركة الكواكب أساسية إنه الواحد يفهم تحركات هاي يفهم القواعد اللي بتصير عليها كيف فيديو يتحرك يحفظ التواريخ يدونها يحفظها طبعا أنا على الفيسبوك بذكر فيها بنزل نشرات يومية رح نصير هالساعة اليوتيوب نعمل حلقات عند أي حركة فلكية ننزلها نعمل فيديو بسيط نحكي عنه تأثيرات ومين بتأثر فيه كل واحد بتأثر بإيش وإذا شكل زوايا زوايا الخطر في إيش ومن إيش لإيش هسا بما إنه يعني أعطيت تفاعل بالنسبة للثانية ما في تفاعل تفاعل فمنقدر نحكي إنه هاي الثانية حسب رأينا إنه في عنا إحنا أربع كواكب رح تكون موجودة في الجدي هاي الكواكب كلها مع بعضها رح تشكل زاوية قطيرة جدا زاوية تربيع مع كوكب أورانوس في برجاتور خاصة في الفترة الواقعة يعني من أواخر شهر اثنين لغاية منتصف الشهر السادس وبتصادف هاي فترة التراجع المريخ برضو اللي رح يستمر لغاية عشرة تسعة ولغاية من عشرة تسعة لغاية أربعة تحش احد يعني هاي الفترة اللي هي بداية السنة لغاية نص بقدر أحكي أنا بين قسين صعبة جدا وعنيفة جدا محتمل أن نشوف فيها أحداث كثير لم نحكي أنه إحنا بعلم الجفر وعلم البلورة وقال هذا هذا علم نحكي تواريخ إحنا ونحكي أرقام مناش علاقة في كل الخزعملات التانية مناش علاقة في الأشياء طبعا مش علم الجفر خزعملات علم الجفر حقيقة مية في المية وأنا معاه وبعرفه ودارسه وحفظه ولكن اللي بنسبوا أمورهم لعلم الجفر هم الناس اللي مش مزبوطين فعشان هيك مش كل إش تسمعو تأخذوا فيه عادي جدا ممكن أنا أركز على الأربع شهور هدولا من شهر اثنين لشهر ستة وأبلش أحكي بده يصير في البلد الفلانية بده سير بالرئيس الفلاني شايف المنطقة الفلانية شايف مش عارف إش وكل يات وأنا يعني بركبه على حسب أنا شو بتابع أخبار شو بقرأ تقارير أخبارية ونشرات أخبارية وبدمج هاي مع هاي صحيح ممكن علم الفلك يحدد لي بلد لأنه كل بلد تاريخ ميلادها برجها ولكن مش بالطريقة اللي احنا قاعدين منشوفها ومنسمعها كل يوم يعني المهم كل عام انتم بخير وإن شاء الله بنعد عليكم وانتم سالمين وإن شاء الله كل السلبيات هاي ما بتحسوا فيها وبتحسوا بالإيجابيات تفائلوا بالخير تجدوه ونسأل الله أنه عام يكون خفيف عليكم جميعا ولا تنسونا من صالح الدعاء كمان ما بدي أحكي لكم أنا أنه المشترك تحت يكتبوا مش عارف إيش واللايكات والكومنتات وسبسكرايب وهات انتو ذوكو إذا بستاهل هذا اللي شي يعملوا بستاهل دسكلايك حطوه عندكم انتقاد بالكومنت كتبوا أنا رح أقرأه ما رح أفوت ولا أي شي وما رح أنسى ولا أي شي وما رح أطنش أي حدا صحيح ممكن أنا شوي هيك أتأخر في كبسة اللايك لحد معين ولكن لأني أنا ما بكون أكتف كثير مش بكون شغال كثير في عندي أنا أشياء في حياتي يعني ممكن المتابعين بعرفوا أو بعض الأصدقاء بعرفوا وبعضروني إنه مش سهل كانت إني أنا أقعد قدام الكامير وأسجل بوضع صحي وضع نفسي وا 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 إلى ما لنهاية ولكن حبيت يعني السنة أنا تكسلت كثير معاكم شوي في ناس كانت متأملة مني طلبت مني فما بدي أفشلها فحبيت أني أطلع معكم لأول مرة على الكاميرا وإن شاء الله لها مش آخر مرة وانتظروا الفيديوهات اللي جاية للأبراج كل برج رح ينزل لحاله وإن شاء الله كل برج رح يجهز رح ينزل يعني مش رح ينزلوا مع بعض رح ينزل يعني وقت جهوزه أمتى ما جهز رح أنزله فيعني نصيحة بناش نحكي تحت كبسه مش عارف إيش وهذا اللي بحب يتابع يعني هو على اليوتيوب أكثر إشي الفيسبوك إدارة الفيسبوك ما بتوصل للمنشورات فما حد رح يعرف إلا إذا هو ظل تنتابع على اليوتيوب أكثر إشي أو يدخل كل يوم أو يومين على الصفحة عشان يتأكد إن نزلت إشي ولا ما نزلت إشي ونشوفكم على خير سامحونا في النهاية يا رضى الله ورضى الوالدين وادعو لي سلام